أهلاً بكم في محوارنا الثاني نخصصه للحديث عن البرلمان المدرسي وما رافق هذا البرلمان ورحب أضيوب فيه دكتور أحمد المساعفة نعطي كلام باسم وزارة التربية والتعليم مساء الخير مساء الوارد دكتور إبراهيم عبدور رئيس للجنة الصحة والتربية في المركز وماني حقوق الإنسان مساء الخير دكتور مساء الخير رسول محمد مساء الخير مساء الخير دكتور أحمد بالأول بجملة أسئلة سريعة لو سمعه صار شيرو بيع أصوات في البلمان المدرسي أو لا؟ لا أبداً هذا تسمع بالحديث الذي لا أصل له هذه عبارة عن شائعات يتم تداولها عبر أحد الناشرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومشكلتنا أنه صرنا حتى في وسائل اللام تأخذ من وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي في نهاية اليوم الانتخابية تم إرسال تقارير إلى مديريات التربية والتعليم ولم يتم التطرق إلى مثل هذه القضاءة لا يوجد فرط عشر لرات برائل لا يوجد فوزية لا يوجد فرط توصلت مع مديريات التربية والتعليم والجميع أكد أنه العملية صارت بشكل يعني منظم ومرط ما صار شيرو أصوات في البلمان المدرسي دا ما صار أبداً دا والفيديوهات لم تشاهد فيديوهات يش أصوات ما شفت أنا ما شفت ما شفت شراء أصوات ما شفت شفنا طلاب يفرحوا شفنا شفنا طلاب شفنا قصة ثالي خليننا في الاعتفالات أنا خليني في الأول خليني في الأول خليني في الأول اشتروا ولا ما اشتروا أصوات أنا بسألك أنا ما شفت لم يتم في مناطق في المملكة نعم جانا فيها ملاحظات إنه تم شراء أصوات يا سيدي هاي يعني شوف دائما بعض مرات خلينا أقولك يعني أنه يصير فيه إدعاءات لكن هل هذه الإدعاءات صحيحة أم غير صحيحة؟ طبعا غير صحيحة إحنا في عندنا لجان مشترفة في مدارس وزارة التربية والتعليم تشرف على هذه العملية الانتخابية الآن جميع التقارير التي وردت إلى مديريات التربية والتعليم لم يوجد هناك مخالفات إن حدث هناك مخالفات طبعا إحنا نتعامل مع 2 مليون 250 ألف طالب إن حدث هناك مخالفة أو مخالفتين أو غير ذلك يتم التعامل معها حسب التعليمات الناظمة للمجالس البرلمانية الطلاب أسمع ردك يا دكتور إبراهيم مساء خيره أستاذ محمد مساء خيره دكتور مساء خيره جميع يعني أعتقد الانتخابات التي صارت آخر الأسبوع الماضي أعتقد هي انتخابات تسلسلية تصارى لحوالي 11-12 سنة صح من 2010-2011 بلشت الفكرة والفكرة رائدة ترى أنك تحاول تغرس في الأطفال الصغار لهم من الصف الخامس أعتقد للثاني ثانوي هم اللي بنتخبوا في المرحلة الكولاتها بحيث يكون في عنا بدي أسميها تعليم أو تأسيس لهؤلاء الأجيال لأنه بعد فترة بعد حوالي يمكن سنة وفي ناس بعد سنتين في ناس أربعة سنتين بدون روح يمارس هذه العملية الانتخابية فلذلك هي الفكرة رائدة والفكرة ممتازة وبالعكس نحن ما بنحكيش عنها شيء والكل بأيدها ولكن هناك سلوكيات يعني بغض النظر أنا بدناش نحكي مثلا أنت بتقول أنه ما في شراء ولكن هناك سلوكيات خاطئة هاي هاي أنا بورجيك هاي بعد ما انت شراء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا يعبر عن شراء أصوات يا سيدي أنا ما نقول فيه عن شراء أصوات أساسا ما نحكي على الفكرة كاملة فالفكرة العامة من أستاذ محمد يعني أعتقد هناك سلوكيات خاطئة حدثت في عملية الانتخاب بغض النظر هناك سلوكيات من ناحية بدي سميها أصوات عالية من ناحية تجمعات عائلية تجمعات عشائرية تجمعات بدنا نصحاب مع بعض خاوة لا أنا فوز غصبا عنك أنا اشتغلت بدحطت حتى اللافتات التي كانت تنشر في المدارس بعد مرات لافتات غريبة بدنا نلغي الحصة الخامسة بدنا نلغي الحصة السادسة وبدنا مش عارف إيش أعتقد السلوكيات أستاذ محمد هي يعني بدي سميها مرآلة المجتمع مرآلة المنشوفة في المجتمع والسلوكات الانتخابية مشوفة في البرلمانات ومنشوفة في البلديات ومنشوفة في الأمركزية نعم هي مرآة هذا الحكي صحيح جدا و بدي أسميها يمكن عبارة هناك تسلل المزاج التقليدي إلى التنشيئة بدي أسمي هذه الكلمة يعني عبارة يعني حاولت أني أجمع فيها كل شيء هي تسلل المزاج التقليدي على التنشيئة يعني هذا المزاج التقليدي اللي احنا بنشوفه بشكل عام في المجتمع في الانتخابات كلياتها بصراحة هذا عبارة عن تسلل إلى التين شيئا هذا شيء خطير جدا احنا بالعكس كان هدف الموضوع وكلياته ان العلم الطلبة ان الطلبة عكس يتعودوا على الانتخابات وصير فيه عندهم بروح عبارة عن تنافسية وفي الأخير ولكن اللي نشوف الآن بصراحة هو سلوك مزاجي عام اللي كان في المجتمع اللي نشوفه هو انعكاس على الطلبة وبالعكس بتعرفوا أستاذ محمد بيسوي شرخ في الصف و بيسوي شرخ في المدرسة وبعض المرات يعني بدل ما يجمع الناس مع بعض صار هناك للأمانة صار هناك سلوكيات الخاطئ اللي في الانتخابات انعكست و زي ما يشوفوهم ما أنا بدي أحكي لك أستاذ محمد قلت لك هو انعكاس للمجتمع هؤلاء الطلبة اللي كان بنتخبوا في المدارس شافوا كيف أهليهم شافوا كيف الناس بنتخبوا شافوا المجتمع كيف تخبوا كان يشوفوا وهم مقاعدين في الانتخابات النيابية والانتخابات البلادية ولا مركزي اللي عاشوها ما قبل سنة ما قبل سنتين و ما قبل ثلاث سنوات يعني الأجيال هاي كانت عايشة العمره الآن 16 و 17 سنة ما قبل 14 و ما قبل سنتين و ما قبل ثلاث سن كان عايش هاي التجربة لذلك شاف كيف الأمور تمشي شاف كيف الآليات وهو جزء دائما نحن في انتخابات كلين الولاد بكونوا موجودين مش دورة مش احنا منقول تربية وتعليم نعم مش مفوضة حمار بن ربي الولاد شو ما ليش منعمل انتخابات سيد العزيز مش هنعمل تربية سليمة لأطفال طبعا للشباب طبعا كيف ينتخب ومن ينتخب ولماذا ينتخب مفروض نأسس طبعا هذه المظاهر كلها لا تصلح التربية بشكل عام هدفها اللي هو إعداد الفرد للحياة و المجالس البرلمينية الطلابية هي وسيلة لإعداد الشخصية الطلابية القيادية المتزنة المحبة لدينها و وطنها وقيادتها ولداتها ولمجتمعها إذن عندي هدف عام و عندي وسائل كثر اللماني الطلابي هو وسيلة لتحقيق ذلك الآن أنا حاب يعني أسأل سؤال إذا كانت هناك مظهر هنا ومظهر هنا هل هذا يعبر أنت تقول لي شيرا أصوات وقصة عشر ليرات برائز وازل عافش منه لا هاي المشاهديني شفتها هاي المظاهر موجودة هل هذه المظاهر تعبر عن الظاهر العام للانتخابات إذا كان هناك مظهر هنا ومظهر هنا هل هذا يعطي فكرة عن جميع ما حدث لماذا لم يتم نشر الإيجابيات لماذا لا يتم نشر كيف البيانات الانتخابية للطلاب كيف العملية المنظمة في المدارس يعني أحنا بالرخز على أشياء بسيطة جدا ونقول بأنها عامة هذا لا يجوز تعني خاطر أول شيء خليني أتفق أنا وياك أنا مش قاعد بقول اليوم أنه عملية البرنامان ما حدث في الانتخابات البرنامانية المدرسية سيء بمجملية هذه تجربة مهمة متحقون كيف نؤديها أهم نتائجها أهم بكثير ما رافقها أهم من ذلك بكثير وكثير أنه أنا بقول اليوم هذا جيل بديها يشير منظومة تحديد سياسي هذا جيل بديها يكون جيل مستقبل هذا جيل نريد له أن يبني وطنا أفضل مما بناه سابقوه اللي هو البرناماني اليوم برناماني اللي قبله واللي قبله واللي قبله هي ليست برنامات برنامانات بنيها تتحسن بنيها تروح الأفضل صح يعني هي باختصار حالات فردية لا تعبر عن الظاهر العام يعني أحنا تعبر عن واقع المشتمع نتعامل مع 2.250.000 طالب نتعامل مع أكثر من 7.500 مدرسة وبالتالي لا نستطيع أنه تكون يعني جميع الانتخابات 100% إلا ما تظهر هناك يعني حالة هنا وحالة هنا ولكن هذا لا يقدح في الظاهر العام للانتخابات أنها تمت على ما يرام وبأنها تمت بشكل كم ملاحظة يا سيدي وردكم على الانتخابات البرنامانية هذا يعني هذه ملاحظات شكلية لم تردنا بشكل يعني رسمي جميع التقارير أدت أنه اليوم الانتخابي مر على ما يرام إذا كان هناك كما قلت لك حالة فردية هنا وهنا لم تؤثر على سير الانتخابات وبالتالي نستطيع أن نقول بأنه الانتخابات مجالس البرنامان والطلابي نجحت في أداء الهدف منها يعني كما تفضل الدكتور برناماني هذه ليست السنة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات وهي تجرى هذه المجالس البرنامانية والطلابية وكان لها العديد من قصص النجاح وهي عملية منظمة تسير عبر تعليمات واضحة ومؤطرة رأيك دكتور أبراهيم أنت بحكي الدكتور على عين وراسي وأنا بالعكس أنا بتفق معه زي ما قلنا ما قبل شوي هي فكرتها فكرتها رائدة وفكرتها ممتازة وبالعكس زي ما قلنا ما قبل شوي يعني الآن داخلين على مئوية جديدة داخلين على انتخابات قادمة داخلين على برنامان آخر داخلين على صورة تشبيعية ورقبية مختلفة داخلين على بعد عشر سنين سيكون عن حكومة برنامانية في عين أحزاب أحزاب الآن الضقب باتجاه الأحزاب أن يكون في عينك تجمعات حزبية طبعاً نحن ما نحكي على المدارس ولكن نحكي ما فوق ولكن أنا أعتقد هذه الصورة الموجودة صورة حقيقية صعبنا إنكرها ونت تنكرها ومحمد ينكرها وحقلة ينكرها أي واحد المشاهدون الآن بفرجوا عن تلفزيون شافوا الممارسات اللي موجودة في مدارس ومدارس مختلفة لا نعمن الفكرة الممتازة والفكرة رائدة ويجب الحفاظ عليها ويجب أن ندعمها وظهر موجودة هذا الشيء لا ننكره ولا أحد ينكره ولكن هذه الممارسات أيضاً يعني شابة الصورة العامة التي نريدها تكون صورة ناصعة بحيث المستقبل هؤلاء الشباب هذا العمر والعمر عبارة عن 18 سنة بعد 10 سنين ممكن ينزل الانتخابات الآن في عندك بالقوام الحزبية من أول ثلاثة في عندك شاب ومن ثاني ثلاثة في عندك يعني أنت بتحكي على أقل ب35 سنة هذا لازم فوس لازم يكون في واحد من الأشخاص أقل ب35 أو 36 سنة لازم يكون هو نائب في القائمة الحزبية غصباً الحزب بدونزل في قائمة الموجودة لذلك أنت لا يوجد عندك أي مجال أن نقول والله بدناش يعني بدناش الصورة العامة تتعكر ولكن الصورة العامة يعني شابها شائبة بسيطة لذلك نعطق وبدن في ملاحظة أستاذ محمد ما يعني شائبة بسيطة بالله شائبة خلنعك أستاذ يعني بدك صح عندك عبارة عن 4000 مدرسة حكومية عندك 3000 مدرسة خاصة عندك 100000 معلم طبعاً في حالات فردية ولكن هي الصورة العامة التي طلعتها هي الصورة الهيئة السيئة ولكن أعتقد فيه إيجابية كانت موجودة لذلك أنا أعتقد لازم نروح على السلبية ونعالجها وفيه ملاحظة أستاذ محمد لحظت كل الصور على مدارس الذكور لحظت في مدارس إناث حد أصور فيها وقال خاوة وقال بدنا صح ولا لا بس ملاحظة أعطيني قصدك بس مع قصدك بعد الفاصل لماذا مدارس الذكور وليس مدارس إينات بعد فاصل قصير بقومان نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام توقفت مع دكتور إبراهيم بدورو شو قصة الذكور ليش ملاحظة لا هي فقط ملاحظة عامة يعني بديش مثلا أحكي أنها الذكور والأينات ولكن هي الملاحظة يا دكتور أتقول لي ما بدي أعطي ملاحظة أعطيت ملاحظة أنا وخلصت أستاذ محمد هي الفكرة أنه غالبية المشاهد التي شفناها الفيديوهات هي مشاهد ذكورية بصراحة إذا بدأك تسميها كلهم اللي كانوا يطلع من المدارس اللي بيهدفوا واللي بيساووا مناسف واللي مش عارف إيش والحكي اللي يطلع بغض النظر يمكن الشيرة قصدك اللي فيش منه بغض النظر اللي ما في منه الحكى الناطق العلامي وإلى آخره كلها وبنسف عن مسيرات وبيحملوا عكتافهم يعني ما شفناش هذا الإشي بصراحة في المدارس البنات صح أو لا يعني كل كان يصور وكل الفيديوهات بتطلع عليهم من زاوية أخرى بتطلع عن الموضوع بصراحة هو فقط هي عبارة عن ذكوري وهذا الشيء أنا بدي أسميه بصراحة يعني مش هل تكون أمور واضحة الطلبة أنا بعتقد هم ضحية للممارسات المجتمعية السلبية هم ضحية يعني أنا ما بقدر أقول الطالب إنه هو ولا قاعد بمارس لا هو ضحية للممارسات اللي كان يشوفها الممارسات السلبية الموجودة في المجتمع اللي عاشها في لحظة معين اللي شوف طبعا لا إحنا أمام العم مرة ثانية تجربة ممتازة ولا خير ولكن نحن نحكي على الحالات الفردية اللي شوفناها على الفيديوهات واللي انتشرت واللي شوفناها بكل مكان الأطفال أعتقد هم ما بيعرفوش شي تطلعوا وهذا الاشي شوفوا قل لي قلوا عليه حتى بعض الحالات الفردية قد ينظر إليها على أنها سلبية وهي ليست سلبية يعني أنا مثلا لما بعض المدارس يعني مدرسة في إحدى مدريات التربية والتعليم قامت بإكرام هالطلبة بأنه المعلمين وهالمدير جمعوا فلوس وعملوا غدا للطلاب وين المشكلة هل هذه تتنافى أو تختلف مع فلسفة وزارة التربية والتعليم طبعا جاء يعني هذه باللحظة يعني محاسف ما بعد الانتخابات هذه ما تختلف معها هذه هذه المعلم والمدير المعلمين ومدرهم هم اللي جمعوا وحبوا أن المدرسة يعني عددها قليل وبالتالي بعد نجاح هذا اليوم الانتخابي حبوا أنهم مثلا يكرموا هالطلاب ونجاح المرشحين وين المشكلة هل ممكن الأكثر هل ممكن الأكثر لنجحين هم اللي يسووا مثلا هل ممكن النجحين هل ممكن النجحين عملوا مناسب سيد العزيز هل كيف تريد من الطالب أن يعبر عن فرحه بنجاحه يعني هل الطالب الناجح حرام عليه أنه يفرح خاوة وين مليون وين وخمس ألف طالب وعممتوننا عليه طب مسألك سؤال ثاني عايش انتخبوا الطلاب عاي قاعدة صوت الواحد سيد العزيز التعليمات تقول بأنه لكل شعبة ينجح طالبين من كل شعبة من تخبوا الطلاب قد كم صوت له صوتين هو الطلاب يعني الآن مرشح مثلا ثلاثة أربعة خمسة هم اللي ينجحوا اثنين من كل شعبة وبالتالي الطلاب مش عال صوت الواحد صوتين 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 نعم وشري وفي بعض الشعب بالتزكي يعني مثلا ماتلية في بعض الطلاب مثلا ينزل للانتخابات فهي بالتزكي طبعا سرية وعملية منظمة وصندوق اختراع في بعض المدارس وفي بعض المدارس شفافة في بصمة في حبر سحري تفنن في كيفية تنظيم المرة الجاية الهي المستقلة هيا لازم نتخب شوف احنا نثق بس اليوم لانو انا بحكي انا دكتور عشان بس اكون واضرنا الإدارية اسمح لي نفق بالجميع انا مش مشكلتي يعني هم الآن يديروا عملية الانتخابية عشان نتفق انا وياك انه بالضبط المعلمين جزء من الكادر الذي يدير الانتخابات النيابية والبلدية بس انا اليوم او يشرف هذه الانتخابات تحت بظلة الهيئة المستقلة للانتخاب بس انا اليوم بقول عن منظومة تحديث سياسي يعمل عليها الوردن ويريد ان يطور الحياة السياسية هل في هذا الانتخابات طورنا هاي الفكرة عكسناها مش عنا مناحج اليوم تقولوا تشجع الديمقراطية والحياة الحزبية نعم سيد لماذا ما استنينا شوي صغير لماذا ما قلنا يا اخوان ترى بنا نشكل نشوف كيف تقدروا تشكلوا تجمعات يا هالطلاب الآن انا بدي اتكلم عن كلام تربوي فضل الآن في عندنا المفاهيم التي يجب ان يتشربها الطلبة في المناحج هناك بشكل نظري وهناك بشكل عملي عملية انتخاب المجالس البرلمانية الطلبية هي تطبيق عملي لهذه المفاهيم احنا دائما انا اقول في عندنا مقولة جميلة في التربية تقول اخبرني سانسى ارني قد اتذكر شاركني ساتعلم وبالتالي هذه المصطلحات تتفق مع مصطلحات اليقين وعين اليقين وحق اليقين اعلى درجة في اكتساب المعرفة ان تصل الى حق اليقين ان تكون انت جزء من هذا المنهاج وبالتالي تعريف المنهاج بالشكل الاوسع هو مجموعة الخبرات التي اكتسبها الطالب سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة من اجل تنمية جوانب شخصيته كاملة العملية الانتخابية البرلمانية الطلابية تحقق ذلك بان يمارس الطلبة هذه المفاهيم سلوكا وبالتالي هي تبقى في اذهان الطلبة ولها اثر في تشكيل شخصية هذا الطالب وبالتالي هذه ليست خارج عن المنهاج هذه من ضمن المنهاج تنسجم مع فلسفة وزارة التربية التعليم ومع رؤيتها ورسالتها نعم انا قلت ما قبلش ابدأ علاقة انت عضو رجل تحلي نعم اليوم انا مش كنت المفروض اسمح لي يا دكتور بالله انا ابدأ اجمل الامور لا لا اجمل الامور كويس انه يكون عندي برلمان مدرسي ممتاز في العالم هذه البرلمانات وهذه ذور الطلاب اللي بنجحوا في هذه البرلمانات بشكله قيادات في جامعاتهم ومن ثم بصير عنا احنا في الجامعات لدينا ايضا مجالس الطلبة الجامعية رؤساء مجالس الطلبة اعضاء نيابيون ووصلوا لرؤساء وزاراء في دول رئيس الوزاراء فيها يحكم بكامل بكامل صلاحياته ووصلوا لرؤساء جمهورية هناك بنوا شخصياته هذا هو الهدف المرجو من كل العملية الموقوم فيها زمان كانت عنا فقط انتخابات انتخابات نيابية بعدين رحنا على الجامعات صارت انتخابات الجامعات بشكل عام ومن ثم ذهبنا إلى المدارس الآن التين شيء يجب أن تأتي من الأسفل هذا الحكينا الحكينا في اللجنة الملكية انحكيها في القوانين انحكيها في مجلس النواب انحكيها حتى في القوانين كل القوانين انتخابوا الأعزاب وانا قلت ما قبل شوي على هاي المستقلة انا عطيها هذه المستقلة يجب انها تنظم كل الانتخابات موجودة بالأردن كلها بغض النظر اي انتخابات لديها خبرة لديها طاقم هائل لديها خبرات هائلة انا عطيها انتخابات مهم هي 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 مستقلة الانتخابي المعني في هذا الموضوع يجب ان تقوم في كل الانتخابات يجب انها تنظم كل الانتخابات الموجودة في الأردن بغض النظر شوية وانواحها لان لديها مستقلة لان بده سميها عندها خبرة عالية وعندها أصلا عبارة عن كوادر ممكن تقوم في هذا الشيء وعندها رسالة كثير مهم الآن الان الرسالة اللي حكينا أنا عنديها عن طلبة بس أنا بحكي بكل انتخابات حايفة نحكي هنا يوم بدير نقابات بدير صناعة وتجارة انتخابات وع النقابات وصناعة وتجارة ولكل الانتخابات الموجودة بأوردل يعني الأصل يصدر حتابة ومستقلة ويصدر فيها إرادة ملكية في أعضاها والأعضاء موجودين والناس عبر عن ثقات والعكس عندهم خبرة هاي لهم في الموضوع وكلاه يجب منها هيد قوت كلاهات أنا هيد وجد نظري عودة عن نقطة لكل نفسي بنحكي فيها ما قبل شوي بس انت اليوم يا دكتور ما ليش سمح يا دكتور اليوم بتقول ابني من تحت نعم أنا قبل ما أدخل هي المستقلة وقولها اشتغل وتفضلي أنا بدي اليوم أعرف هاي برلمانات شو هي تعمل صحيح كيف ستعمل كيف ستطور شخصيات من دخلوا ضمنها هاي بالنسبة لبرلمانات هي المفروض إنها عذرا هي بدي سميها سنو زي مدس النواب وعندك المدير والإدارة هم السلطة التنفيذية هيك الفكرة أجد يعني عندك مدير وعندك المعلمين هم السلطة التنفيذية هي ايه بالدكستر هي كفت سفيدها بحي تكونوا موجودين أعطي العشر ثواني بس أنا وصل فكرتي إنه هذول موجودين بالعكت إذا في مطالب للطلبة إذا في عندهم إشي معين يجب أن يوستوها عن طريق هذول المجموعة بحيث تذهب فيها هاي النقطة وإشي المهم كمان أستاذي أعتقد فيه شغل تلك المهمات المنهاج والمعلم المنهاج والمعلم لازم يكون موجودين إذا المعلم بقاطع انتخابات كيف بده علم الطالب يروح يساو انتخابات إذا المعلم عذراً مبرو على مكان معين كيف بده علم الطالب يجب أن يكون فيها دكتور كمان تدريس المعلمين وبكرة أنا رئيس مجلس رئيس البرلمان نجحه في هالمدرسة بحكو مع المدير بحكو مع المدير في قضايا الطلبة هيك المفروض بطرحوا قضاياهم والمدير بتعامل معهم ماشي ولا الآن الطلاب الفائزين في كل شعبة بعد أسبوع من إجراء الانتخابات يعني أقصاها أسبوع يتم تشكيل المجلس البرلماني على مستوى المدرسة حيث يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأربعة أعضاء ويتم تعيين معلم مستشار للبرلمان ثم أيضاً هناك مجلس برلمان على مستوى المديرية ماشي بسرئيس البرلمان المدرسي لما يروح يقعد مع المدير وصل بين الطلبة وهناك قصص نجاح كثيرة جداً من مجالس برلمانية طلابية فعلت الكثير قاموا بمبادرات هل تعلم أن رئيس المجلس البرلمان المدرسي هو عضو في المجلس التربوي لشبكة المدارس ورئيس المجلس البرلمان الطلابي في المديرية هو عضو في مجلس التطوير التربوي وبالتالي صوت الطالب يصل إلى المعنيين في العملية التعليمية عبر عملية منظمة وممنهجة ومخطط لها جو صحيح ممتاز الفكرة سيد محمد إذا بس تطبق بدأك الصح إحنا قلنا نحكي الواقع إحنا من أيدي الفكرة وحبين نظل موجودي ويجب البناء عليها إحنا جايين بس نحكي على الملاحظات والشوائب اللي حدثت بحيث نغيرها ونقول إيش ممكن نطور في المستقبل قولنا عندك بنهاجه عندك معلم هذول أساسين إذا طورتم ممكن تخرج في طالب مميز يطلع من مدرسه روح على الجامعة يصير كمان عضو بعدين روح ينتسب لحزب وصير فاعل في حزبه حزبه نازع انتخابات يصير نائب بعدين يصير وزير بعدين يصير عبارة رئيس وزراء هذا التدرج إذا ماشينا فيه بالصورة بصير هاي الفكرة المططب جات الملك مططب بالفكرة وإحنا كمان منطالب فيها وكل بسيحنا اللي يسيدي التي عملت هذه الانتخابات ووسائل التصور العامي بدنا نشيلها وكيف ممكن نطور الفكرة بحيث نبنى عليها للمستقبل إلحكينا تسلسل ما قبل شوي سيدي أستاذ محمد إذا بدك تطبيق الآن أنا أدعو أي وسيلة إعلامية تروح على أي مدرسة وتشاهد بأم عينها كيف تعمل هذه المجالس إيش يعني إيش نروح نجوف إيش تكشوف سيدي المجالس أنا بسألك رئيس البرلمان الطلابي في مدرسة في مشكلة للطلاب عندهم مشكلة لما يروح المدير كيف بيحكي مع المدير بيصفته رئيس مجلس البرلماني طبعا رئيس مجلس البرلماني عيني بعينك يا دكتور عيني بعينك يا دكتور ما حد يستمعنا أكيد الصح لا يسيد الكل سمعنا هذا طالب له رأيه كلنا نسمعه أستاذ محمد إحنا تعليماتنا وأنظماتنا هي لخدمة الطلاب وبالتالي الطالب ما اسموه صوته يذهب إلى المدير ويذهب إلى مساعد المدير ويذهب إلى مدير التربية ويذهب إلى وزارة التربية ويقابل معه للوزير بكل صدر رقب هذول طلابنا كيف إحنا ما بدنا جميل الآن هل يعني إحنا بدنا نحط عبارة عن عثرات بيننا وبين طلابنا بالعكس إحنا كل يوميا نحن مدر التربية في الميدان والوزارة في الميدان ونسمع إلى طلابنا ونسمع صوتهم وكثير يعني نتواصل معهم ونحقق إحنا نحن نريد لهذه التجربة هذه التجربة أساس وركيزة في التحديث السياسي أساس وركيزة في بناء مستقبل أفضل عندما نتحدث عن السلبيات اليوم أن نريد أن نعزل إيجابيات ولا نريد أن نشهد أي مظهر سلبي في هذه البرلمانات تعلمنا أنها ستكون هي المستقبل بنصد دقيقة نعم ثلاث محاور الآن في عنا بعجالة أرجوك سياسي اقتصادي إداري من شاءها كل آيات هاي من شاء المدارس ومن شاء التعليم إذا عملنا هذه النقاط الثلاثة واشتغلنا عليه من المدرسة أعتقد سوف يكون عندنا جيل والحق له دافت لهذا المسيرة السياسية تبدأ من برلمان الطلبة برلمان الطلبة في الجامعات ومثل مدلس النواب نريد لهذه التجارب أن تنجح ونريد لهذه التجربة أن تنجح وعليه نتحدث عن السلبيات إذا ما نتحدث عن السلبيات لن يكون هناك إيجابيات ولا نبني على هذه التجربة ديف الكرام واشكركم كل شكرا عدولكم معنا